متوسط استعمال الناس للسوشال ميديا هو 24 ساعة في الأسبوع وهذا أثر بشكل كبير علينا لدرجة تلقى واحد في الواقع بشخصية ونفسية معينة وللسوشال ميديا بشخصية مغايرة تماما فلازم تعرف أنت أي نوع منهم حتى تجنبوا وفي الأخير نخرج مع بعض بسبعة أخلاق على وسائل التواصل فبسم الله السلام عليكم ورحمة الله أنا عبد الرحمن وهلا بيك معايا على قناة عبود وبدون مقدمات خلينا ندخل في الموضوع سبع أصناف للناس على وسائل التواصل ونبدأ بأول واحد المكتئب أو الضحية المكتئب هو شخص يمر أو مر بظروف صعبة سواء فقد عزيز أو الفقر أو المرض أو الفشل أي أن كان ولقى في وسائل التواصل الاجتماعي فرصة ذهبية للتعبير عن حزنه وكسب كم رهيب من التعاطف أولا خلينا نتفق أنه فعلا فيه ناس مرت بظروف صعبة ومن حقها تعبر عن هذا الحزن لكن المشكلة فيما يحدث بعد ذلك أي إنسان لما يتعرض الظروف قاسية الناس تتعاطف معاه وتعاملوا معاملة خاصة وتهتم به وهذا ليخلي الوحد يخرج من دوامة الحزن بسرعة لكن بعض الناس يدمن هذه المكاسب الثانوية لما تكون ضحية وحد ما رح يلومك لماذا ما عملتش كده ولا كان لازم تعمل كده الجميع متعاطف معك ولكن خلاص الموقف الدنيا لازم تمشي لكنه أدمن هذا الشعور لدرجة أصبح يتقمص دور المكتئب أو الضحية ليحصل على الاهتمام والتعاطف ليمقدرش يحصل عليه بإنجازات أو بحاجات فعليا تستحق الاهتمام الفيسبوك مثلا تنبه لهذا النقطة في نفسية الناس فخليك تتفاعل بأكثر من إيموجي وهنا في حاجة قاسية شوية لكن تحملها مني الطبيب هو ليقيس الجرح ويوجعك شوية لكنك ترتاح مشي جاملك ساعات نشوف منشور تعضحك يقول لك عطينا موقف مضحك صرالك مع العائلة من أول عشر تعليقات نلقى خمسة ليس لدي موقف مضحك والدي توفي الله يرحمه لكن صارح نفسك ما هو الدافع اللي خليك تحط هذا هل هو فعلا ترحم عليه أم الرغبة في الحصول على الاهتمام من خلال لعب دور الضحية وتلقى الناس كلها تعطيه إيموجي التعاطف لكن ما فيش واحد عنده الشجاع يقول له ترافيق الله يرضى عليك إذا تحبهم فعلا توضى وصلي ركعتين وادعي لهم ثم خلاص واجه الحياة وعديها أفضل ما تقعد تتسول التعاطف من عند الناس ولو فعلا تحبه ما تعطيهش هذا المخدر مشكلة دور المكتائب أنه الناس في الأول يحاولوا يعطيه حلول بيخرجوهم الأزمة لكنه بدون ما يشعر هو مستفيد منها فتلقاه دايما يرفض الحلول ويقولك جربت كل شيء بعد مدة خلاص الناس تبطل تنصحه وتعطيه داك القلب وللإيموجي التعيس ويبقى عمره كامل في وهم هذا الشعور لهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أغنيني بفضلك عما سواك فدور المكتائب من قوله الوفيق وواجه الحياة لأنك لو أدمنت هذا الدور رح تصبح طريقتك في البحث عن الاهتمام والتميز أنك تكون ضحية حتى بدون ظرف تخلق لنفسك هذا الدور وتصدقه وتعيشه فاكتفي بالله سبحانه وتعالى والحياة أكبر بكثير من أنك تعيشها بشوية تعاطف الصنف الثاني هو الحالم الحالم هو شخص عكس المكتائب تماما الحياة عنده وردية وكتاباته دافئة وملئة بالمشاعر والإيجابية ومن أول وهل تقول هذا نعم الناس ولكن هؤلاء معرضون للاكتئاب أكثر من غيرهم لأنه تصورهم عن الدنيا مثالي وغالبا تلقاه مستقام من الروايات الرومانسية والمسلسلات والكتابات الخيالية ولكنه خاطئ بالطبع الدنيا ضار ابتلاء فلما تجيهم أحداث معينة أو ينصدموا في ناس تلقاهم ما ينقلبوا كل الناس خائنون أتعبتنا الحياة ورمت علينا أثقالها نفس الحكايات الحالمة ولكن من نقيض إلى نقيض وهؤلاء غالبا تلقاهم ما يعملوا ولا شيء في الواقع حتى علاقاتهم يتوقعوا أنها راح تكون مثالية فيحبطوا فهذا الصنف نقولوله حافظ على إيجابيتك ولكن خفض ثقف توقعاتك الدنيا بما فيها مشكلها وردية فتوقعك لهذا التحديات سيجعلها تأتي إليك لأن ما تستشعره وتتوقعه سيأتي إليك من نفس النوع بالعكس راح تخليك إنسان صحيح عنده طموح وحافظ وإيجابية لكن واقعي يعرف يقيم ويشوف الأشياء على حقيقتها حتى يقدر يعمل تغيير ولا يخليه أثر ويتوقع التحديات ويتقبل الفشل على أنه جزء من الحياة احنا مشنا في الجنة ثالث صنف وهو النجم النجم هو شخص عايش حرفيا على وسائل التواصل أي حاجة يعملها في يومه لازم يشاركها وقادر في اليوم يحط لك 20 ستوري وبالتالي تلقى عنده عدد متابعين كبير ولكن لما تشوف حياته على أرض الواقع تلقاها فارغة تماما ما عنده أي شيء مميز يخليه نجم فتلقاه يشارك فقط يومياته والناس عندها فضول تعرف حياتك الشخصية حتى يصل لمرحلة أنه يعمل أشياء غير أخلاقية كما اللي يشتح في تيك توك ايه رجالة عاد تشتح في تيك توكي ربحت ولا تحط صور وفيديوهات بملابس مخلة بالحياء كل هذا فقط من أجل شهوة الجذب وأني مرغوب ومحبوب وتنسى أنها مسؤولية وأنك رح تسأل يوم القيامة خاصة لما تشوف الاكتئاب مرتبط بشكل كبير بالسوشال ميديا والمقارنات اللي تعملها الناس لما يشوفوا حياتك المفلترة الخطر في دور النجم أنه يخلي قيمتك كإنسان مستمدة من الإعجابات والتعليقات وتقييم الناس لك وهنا المشكلة أنه تعطي مفتاح سعادتك للناس فبمجرد كومنت ولا ديسلايك ممكن نفسد لك يومك أما لو راح كلش لسبب أو لآخر فرح تنهار قيمتك عند نفسك لأنك مثل البالون فارغ من الداخل ومليان فقط من برها فابني نفسك صح وأشغل نفسك بحويج مفيدة صدقني مش رح تلقى وقت لهذه التفاهة إلى أن تصل للمرحلة لتستمد قيمتك من رضا الله سبحانه وتعالى وما يهمكش تماما الناس رابع صنف وهو التافه التافه هو الشخص ليصنع النجم شخص فارغ على العام طالع هابط يتابع يوميات النجوم ويغذي عندهم شهوة الجذب مشكلة التافه أنه يظن أنه فقط يتسلى لما يشوف فيديو أو حاجة تافه وينشره عنده هو مش مدرك أنه يقوم بصناعة نجم تافه إلا كيفه يصنعوا هذه النجوم والتفاهة ممتعة ومتوافقة مع هوا النفس فيضيع وقت كبير ويضيع مسؤولياته في العمل في الدراسة حتى في علاقاته في دراسة القوة أنه شخص من كل ثلاثة خطفته السوشيل ميديا وقطع علاقاته تماما بالواقع وإحنا عملنا فيديو عن صناعة التفاهة ممكن ترجع له المهم تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليقول لك نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ هذا الفراغ نعمة وسنحاسب عليه فعالأقل استغله في متابعة محتويات هادفة فيدك في دنيتك وفي قبرك واتخذ قرار أنك ما تكون وقود لانتشار التفاهة خامس نمط وهو الناقل غير المتثبت هذا شخص نيته طيبة وحب ينشر الخير ويفيد الناس ولكنه غير متثبت أي حاجة يشوفها معلومات دينية علمية صحية أو حتى خبر على شخص مشهور مثلا يروح ينشرها على طول بدون ما يتأكد هل المعلومة صحيحة ولا لا وهذا يعمل مشاكل رهيبة لأنه اليوم الناس أصبحت تاخذ معلوماتها الدينية والعلمية وفي كل مجالات من السوشيل ميديا فلما أنت مثلا تبرتاجي أنه لما وحد يتكلم والأذان يأذن تلعنه الملائكة والحديث أصلا ضعيف فيه أشياء ربما ما تضر كثير مثل لما نقول لك لوحده فيما تقول لرب يجعل مثواه الجنة لكن نقول لرب يجعل مأواه الجنة لأن مثواه مكان في جهنم تقال للكافر قال الله تعالى أليس في جهنم مثوا للمتكبرين أما مأواه فهي للمؤمنين قال تعالى فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأواه تمام أول مرة تسمع هذه المعلومة ببرتاجي ولكن في نفس الآية فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيمة هي المأواه وأيضا ومأواهم جهنم وبيس المهاد فالمأواه ولا المثوى يدل على المكان وتستعملوا للجنة ولا للنار شفت مشكلة السوشال ميديا أنها فتحت المجال للجميع أنه يتكلم في قضايا المفترض لا يتكلم فيها إلا المتخصصين لدرجة وصلة ناس عوض بما يستفتي علماء يقول لك يا جماعة وحدة يقول لي هل الوضوء بالماكياج حلال ولا حرام وحد يقولها حلال وخر يقولها حرام تجرؤ على شرع الله وتجرؤ على العلم فأرجوك امتلك عقلية المتثبت قبل ما تنشر أي حاجة تأكد من ثلاث أشياء هل هذا الخبر صحيح؟ ما عندكش وقت تتأكد لا تنشر شيء لما يسألك عليها ربي سبحانه متعرفش تجاوب وممكن فيه ناس بنات عليها عقيدتها ثاني حاجة هل فيه فضائح ناس أو شيء في أعراضهم؟ كامل نعرف حادثة الإفك لما المنافقون تكلموا في عرض عائشة رضي الله عنه وهي بريئة وفيه من المؤمنين لا يملك عقلية المتثبت فاربي سبحانه وعاتبوا في القرآن فقالهم يعيضكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين وخليت لك رابط حلقة عن حادثة الإفك لازم تتفرجوا ثالث سؤال هل هذا الشيء مفيد ويرجى ثوابه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت إذا فيه شيء مفيد ومتأكد أنه صحيح عقلية المتثبت فخلينا ننشره عندك أجر إذا ما كنت متأكد أو تقس به أعراض الناس أو ما فيش منه أي فائدة فاسمت فكانوا هذو ثلاث نصائح للناقل غير المتثبت سادس نمط هو المتطفل أو القرعاج اللي يدخل بنيت أنه يعرف فلين وش يعمل آه فلين رح يحوس فلين شو الشرا وعادة تلقى غارق في حياة الناس ويقع بزاف المقارنات وأحيانا في الغيبة اللي هي من أكبر الكبائر وميحترمش أنه عندك خصوصية وهذه من مشاكل السوشيل ميديا تلقى واحد يرسلك رسالة على 12 الليل ولما ما تجاوبش يزيد لك على ما التعجب تلقى إنسان عادي جدا يروح ويشتم ويضحك على عالم كبير أو حتى على شخص كيفه لدرجة خرج مصطلح التنمر الإلكتروني ما فيش قواعد تضبطه وما فيش احترام خصوصية فالمتطفل يقولوله احترم خصوصية الناس وأعراضهم النبي صلى الله عليه وسلم يقولك من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وعرف أنه جمال كثير من الأشياء رح تشوفه عن بعد ولو قربت بزاف وحوست وانبشت ممكن رح تلقى أشياء مش مليحة والناس متحبكش تعرفها وكلنا عنا عيوب ومن تتبع عورته أخيه تتبع الله عورته فمثل ما تدخل بيوت الناس أعمى وتخرج منها أبكم طبق هذا على السوشيل ميديا سابع صنف وهو المستقوي بالسوشيل ميديا الكثير من الناس يخافون المواجهة في الواقع وجدوا في السوشيل ميديا المناخ المناسب لما فيهش مواجهة فاستقواوا بيه فتلقى واحد لو تتحاور معاه إنسان سطحي جدا ويظهر أنه جاهل وضعيف لكنه سبحان الله على السوشيل ميديا يرد عليك وكتابات ومقالات بعضهم يتكلم عن الحرية والحقوق وهو أصلا في دارهم ديكتاتور تحس فيه انفصام ثم بعد مدة يبدأ الواحد ينعزل عن الواقع لأنه عارف أنه ضعيف فيه فعود ما يطور نفسه ينغمس أكثر في السوشيل ميديا ويتقمس هذه الشخصية القوية اللي وراها ضعف كبير يظهر عند أول مواجهة لا تحكم أبدا أبدا على شخص من خلال السوشيل ميديا أي وهي ممكن تعطيك مؤشر لكن صدقني كمية الناس للبس قناع الطيبة والعلم والثقافة قد تكون في الواقع من أسوأ أو من أضعف الناس وربما العكس في المستقوي بالسوشيل ميديا نقولوله قوي نفسك في الواقع وخلق الإنسان ضعيفة عادي كل واحد فينا عنده ضعف ولكن العيب أن تعالج الخطأ بخطأ آخر فطور نفسك واستعين بالله سبحانه وتعالى وهذه رحلتنا في الدنيا قد أفلحها من زكاها هذه المواقف فيها لي تبين لك عيوب نفسك حتى تصلحها مش تهرب وتذكر أنه فضاء افتراضي مهما حسيت بالقيمة والقوة أن كتبت مقال عملت تعليق فيديو عالم افتراضي والعبرة بما تفعله في الواقع وكانوا هادو سبع أصناف للناس على السوشال ميديا وكان الناس الحمد لله يستعملوه بوعي ويستفيدوا من خيره وينحيوا على بالهم بالحلال ولكن الهدف كان أنه نخرج بسبع أفكار ممكن نعتبرهم أخلاق السوشال ميديا فخلينا نعودهم مع بعض أول واحد لا تلعب دور الضحية وأنك دايما مكتئب ومظلوم وتذكر أنه السلبية معدية والناس اللي فيها يكفيها ثاني حاجة لا تعيش في عالم مثالي أحنا في الدنيا فيه الخير وفيه الشر فخليك إنسان عنده طموحه إيجابية لكنه واقعي يعرف يتعامل مع الواقع ثالث حاجة كفى مشاركة لجميع التفاصيل اليومية لأنك أنت عارف أنها مش حياتك الحقيقية فما تفتن الناس تخليها تدخل فيه مقارنات املأ نفسك حتى لو رحت عليك في يوم من الأيام ما تنهار قيمتك رابع خلق هو استعمل السوشال ميديا في المفيد لا تكون جزءا من التفاهة وأنا خليت لك رابط فيديو عن التفاهة في الديسكريبشن خامس خلق وهي عقلية المتثبت قبل ما تنشر أي حاجة تثبت وكفانا نشر الحويج مورها أي نفع مجرد أخبار أو أعراض الناس ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثمن أن يحدث بكل ما سمع سادس خلق هو احترم خصوصية الناس وكفانا استهزاء أو نبش في حياتهم الخاصة ومن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته سابع خلق ما تكون ذئب على السوشيل ميديا ونعجا في الواقع زي ما العلاقات المحرمة والتكبر والشتم حرام في الواقع هي على السوشيل ميديا حرام وكلنا في الدنيا عندنا ضعف ورحلتك في الدنيا أنك تحاول تتخلص منه وتستقوى بالله سبحانه وتعالى مش تتخبى وتهرب وراء السوشيل ميديا وفي الأخير ما بقالي يقول لك غيرتها الله لي فروحك وخليك أنت الأمل وفيها خير إن شاء الله سلام عليكم موسيقى